هو الأفضل او زماكي ناروتو او سون جوكو خلونا نحسب نرد على مقارنة حمود بين جوكو و ناروتو من ناحية الاهداف فمن السهل على اي كاتب ان يجعل بطله يريد حماية كوكب الارض او ان يصبح الاقوى ولكن من الصعب على اي كاتب ان يجعل بطله المنبوذ هو افضل شنوبي في عالم الشنوبي اول اشي يقول لي انه سهل على الكاتب انه يخلي شخصية تحمي الكوكب او تصير الاقوى ولكن من سهل على شخص انه يخلي ناروتو افضل يعني مثلا من نحكي شنوبي اش انت تعرف اصلا عن جوكو يعني فكر جوكو كان يشرب توتي فروتي اولا جوكو ما شاف شعبه و ثانيا كان من اضعف السيان يعني اعتبر من الرتبة الدنيا و في جدة كان يسخر منه فقال له جوكو انه حتى ضعيف يقدر يصير قوي يعني جوكو قدر يتفوق على كل شعبه و كان من الرتبة الدنيا ثانيا تقول لي انت شخص انه انجاز يتفوق على كل الشنوبي او يصير اعظم الشنوبي اشي فائدة جوكو تفوق على كل الفانية حاليا صار اقوى فاني في كل الاكوان تقريبا يعني من غير فريزا من فاني عادي ليصير اعظم فاني بالوجود حتى الالها اللي قاموا بصنعه تفاجأوا منه و تفوق عليهم حتى هو تفوق علي كيشين اللي هم صنعوه و هو كان مرتبته الدنيا من ورد التدريب اللي اتدربه فوق 40 سنة اعتقد تقول لي اعظم الشنوبي اعظم الشنوبي ما تتقارن ابدا بشخص اعظم بالاكوان و هو كان مالها اهمية من احية كتابة الشخصيه فبالطبع كتابة اوزوماكيناراتو هي الافضل هلا من احية كتابة الشخصيه شوفهن الشخصيتين نفس بعىب بالكتابة يعني كلهم هون بهاذي النقطه من احية الزكاء ما كان هنا بيان لي انه ما شاهدых راكمبول للمعلومية جوكو مثلا قلت لك من فاني عادي تعرف انه اش هي الذكاء في الغريزة الفائقة اول اشي المعلومة الاولى جوكو حتى بدور الغريزة الفائقة اي اصابة تصيبه معت تقدر تأثر عليها اي تقنية مهما كانت صابتها مرة مع تأثر عليها مرة ثانية جوكو قال بانه جسدها بسرعة يصنع مضاد لها من الذكاءه تانية الغريزة الفائقة لو ترسل عليها تريليون ضربة جسد جوكو رح يعرف انه من جاييتها الضربة وكل اشي ذكاء جوكو تستوي ثاني عن ناروتو ذكاء جوكو نفس ذكاء جيرين تقريبا بالمعركة وذكر بانه جيرين تفوق حكام الدمار اللي هم اقوى يعني اهلها تلكون جوكو تفوق عليهم في المهارة حاليا يعني جيرين مثل كلام في جدة انه جيرين كان يقرأ كل ثانية في المعركة يقرأ كل ذرة اضراب في المعركة جيرين بدون ما يغلط بالمرة فهذه جاية قائرة لي ناروتو ما يوصل اقل من واحد من مليار من مهارة جوكو في القتال جوكو يعرف اي اشي امامه في المعركة ميه ما كان وحي يعرف ايش نقاط ضعف الشخص وما عنده ولا نقطة ضعف اصلا بجسده عشان تقعد وتقول لي هذا ما يدخل في القوى المهارة جوكو متفوق عن مهارة نورتو بسنين ضوئية طبعا بس انت بتوقع ما شهدت المانجا او كنت بشاهد راقم بول بدون ما تركز منيح احيان فلسفة الشخصية والحوارات والمقولات وبالطبع ازماكي ناروتو فليس هنالك طريقا مختصر لكي تصبح الهوكاكو لا فلسفة الشخصيات حاليا ما شيف لك اكثر من مقولة قالها جوكو اسطورية بعدين رح سوي لكم فيديو عنها مقولات جوكو جدا اسطورية نفس مقالات ناروتو يعني مقولات ناروتو عادية شفتها نفس نفس مقالات جوكو تقريبا عادية اعتبرها مقولات جوكو عادية حاليا بعدين بوريكم فرق بين مقارناتهم يعني مقولاتهم فيديو وانتو بتقيموه لا تقولي بقولات ناروتو وفلسفتها عظم اثنين هم نفس الفلسفة تقريبا بس الفرق انه واحد ينهي الشرير اللي انهى كثير من الناس مثل جوكو انهى ما يجينبو انهى سيل يعني هو مو سيل يعني بس انهى كابد ينهي سيل او في البداية وانهى كثير شخصيات مثل يعني شخصيات او اشرار مو مثل ناروتو اللي يرحم شريرها مع انه معروف ايش عمل شريرها في الناس ما عندها اي عدالة عدالة جوكو افضل بمليون مرة من عدالة ناروتو اللي يرحم شخص ما رحم الثانين لكن لما جي نتكلم عن العظمة فأزوماكي ناروتو هو الاعظم قال ناروتو هو الاعظم طبع هذا رأيها الشخصي بس انه ما يقضي يفرض رأيها لانه معروف اذا انطيص عظمة كل شخص تأثيرها بعالمها رح يكون جوكو الاعظم بكل ناحية جوكو اعظم بكل اشي فعليا شخص رفض المثالية قال لشيري انه انا ما بدأ اكون مثالية المثالية اليها حدود كأنها شخص عظيم من فاني عادي كامل اضحى في السيان رموه على كوكب ابوه عشان ينقذها مع كوكب ضعيف لانه ما رح يعيش بالمرة باي كوكب بسبب تدريبها العنيف اللي ما يقرر انه يتحمل اي تدريب مهما كان عشان اخر شي يتفوق على اي مخلوق في الوجود يعني شخص حتى بيروس بنفسه اللي هو اله الدمار في دراكنبول نفسه اعترف فيه كان اعترف فيه وويس نفسه قال انه غيرك شخص عظيم غير انه كل اشي المجرى القصة وهو كل مجرى الاكوان كلها مبني عشانه جايد قارنها بشخص والله كان منبوذ زعلان ليش الناس ما بيقدروه ليش ما هي قوغو ما كان زعلان من احد كامل الكوكب هو منبوذ هو سيان لحاله ولا احد معبرها اصلا اخر شي مهمه احد ولا بيكي بحياته لانه اسطورة ممثل شخص يبكى اي شغلة يحزن مدرئيش مثل ناروتو غوغو ما عندها هذه الاشياء لانه فوقها غوغو رجولي يعني هذه الرجولة توقع يعني هي موجودة عند ناروتو بس موك كل مرة يعني رجولتها محدودة ما عدا ليش كان يسويه مع جرايا اوكي المدربة يدلي المدربة اشتركوا في القناة